هل تلقى يحل الأختي تتاك فوزية؟ يا دامك، ستقيني من نسحق من نوح التحاجة خير كواغطنا، فقط إن شاء الله يا ربي إن شاء الله برنامج افتح قلبك راح يقدر يلقى الحل للمشكلة تا سعيدة واختها فوزية مادام سعيدة في عمرها 42 سنة جاءت لي برنامج افتح قلبك باش تلقى حل لاختها فوزية اللي دائما يتعرق لها المغياج تاها والزواج تاها والناس تهرب منها لأنها ما عندهاش لقب على كل حال اليوم أنا ما نفهمش أنه الناس ما زالها تحاسب الناس على ماضيهم ماضيهم المجهول هما الأطفال هذو مما عندهم حتى راح نقول دخل في هذه المشاكل وعندهم الحق يعيشوا حياة سعيدة كما هما كما كل الناس كما غيرهم على كل حال تولدوا باش يلقاوا السعادة كما هما كما الأطفال واحد اخرين وخاصة أنه فوزية تقول باللي تشفى على باباها اللي قعد معاهم حتى في عمرها 4 سنين يعني هاد سعيدة نقول لأني خبطت لي شوية الأمور بين سعيدة وفوزية لكن هاد البنات نقول أنا نقول هاد البنات عاش معاهم باباهم ومبعت في لحظة راح ومولاش لأنه الأم عرفت باليوم تزوج عليها ورا هالمشكل يسيدي ورا هالمشكل وكل هذا حسب الروايات اللي مدتهنا سعيدة احنا نروح مباشرة نشوفه مع الزميلة مريم المتواجدة في الاستوديو الفرعي مريم